الحياة الزوجية هي عبارة عن تجربة حياتية بين فردين بيعيشوا شركاء في كل شيء وبيعتبروا البعض إطار حقوق وواجبات بيكونوا متشابهين أحيانا ومختلفين أحيانا وبتتغير الحياة الزوجية على حسب الظروف والبيئة وعلشان كده لازم يكون عند كل واحد من الطرفين دول شيء مختلف بيقدمه للتاني فالزوج غالبا بيقدم الحماية وبيوفر متطلبات للحياة دي كلها من ماديات إلى آخره والزوجة كمان بتقدم الأمان والاستقرار للبيت والزوج والحياة كلها ودي بتعتبر علاقة فريدة من نوعها وبتستمر طوال الحياة الحياة الزوجية تعتبر مشاركة بالطرفين في كل الأمور اللي بينهم وبيرتبوا حياتهم بالأسلوب الأنسب لاستمرارهم مع بعض أسلوب بيغلبوا التفاهم والتناغم في كل الأمور اللي بتحدث علشان يقدروا يعيشوا في سلام وهدوء واستقرار وعلشان العلاقة دي تنجح وتستمر بشكل طبيعي لازم الطرفين دول يحافظوا على بعض النقاط النقطة الأولى التقارب العاطفي التقارب العاطفي يعتبر من أهم العوامل اللي بتساعد في نجاح الزوج علشان بيدي فرصة للطرفين اللي هم يفهموا بعض ويعرفوا كمان يتناشوا في المشاكل اللي بينهم بعمق بالإضافة إلا أنه بيؤدي إلى خلق مزيد من العاطفة بينهم العاطفة دي اللي بتخليهم على مستوى عالي من التواصل والأرب لأنهم بيشاركوا كل حاجة بينهم وبيفكروا في كل حاجة مع بعض وبيشاركوا أحلامهم ومستقبلهم والمشاكل اللي بيواجهوها مع بعض اللي بيؤدي في الآخر لمستوى عالي من تقارب وجهات النظر وبيمنع الاختلافات اللي ممكن تحصل بينهم النقطة اللي تيجي بعد كده هي نقطة الصدق الصدق يعتبر من أكتر الأشياء ضرورة في العلاقات الصحية لأنه بيضمن استمرارية العلاقة بشكل كبير وبيضمن تطورها وزيادة الأمان بينهم الصدق بيقوم بعملية بناء أهم عامل بين الطرفين وهو الثقة الثقة دي اللي بدهيا بتأول علاقة بين الطرفين والصدق عمتا بيخلي الإنسان أفضل بينه وبين نفسه وبينه وبين الإنسان الصادق اللي بيتعامل معاه لأنه مفيش حد بيقبل أن صورته تتشوه قدام واحد بيتعامل معاه بصدق وبثقة الصدق عمتا كافي لتصحيح أحوالك في كل شيء الصدق كمان بيساهم بشكل كبير جدا في حل المشكلات اللي بتظهر بين الطرفين وكمان الصراحة بتخلي الطرفين يناقشوا المشاكل اللي بتحصل ما بينهم بمنطقية اللي هتوصلهم في الآخر للحلول الملائمة النقطة الثالثة اللي احترام وبرضو الاحترام يعتبر من الأشياء المهمة في العلاقات الزوجية واللي بيدمن كمان استمرار ولو جيت سألت اتنين كبار في السن قدو حياة كبيرة جدا ووقت كبير جدا مع بعض ايه أكبر عامل أول علاقة بينكم أو خلال الفترة اللي فاتت دي كلها حيقول لك وبدون أي تردد الاحترام لأن بالاحترام هتقدر تتقبل الأخطاء وحتقدر كمان تتقبل الاختلاف وجهات النظر النقطة اللي بعد كده القيام بأشياء مشتركة القيام بأشياء مشتركة تعتبر نقطة من أهم النقاط لنجاح العلاقة الزوجية ولابد من توفر أوقات لعمل نشاطات مشتركة بين الطرفين حتى لو حاجات بسيطة جدا ما بينهم زي الخروج والتسوق أو تنمية مهارات مشتركة ما بين الاثنين أو الطبخ أو غيرها من أي نشاط بيجعل جو العلاقة ما بينهم صافي النقطة اللي بعد كده الصبر النقطة دي فعلا مهمة جدا لو الطرفين قدروا هما الاثنين أن هما يوجدوا للصبر مكان ما بينهم هتكون حياتهم الزوجية قوية جدا لأن الصبر حيديهم القدرة على تحمل أي حاجة حتحصل ما بينهم وتحمل أي حاجة معناها أن العلاقة بإذن الله هتوصل لأبعد الحدود بين العلاقة الزوجية بطبيعتها بتمر بتحديات كبيرة تحديات داخلية وتحديات خارجية وبالصبر العلاقة هتزداد قوة وترابط النقطة اللي بعد كده المسامحة زي ما قلنا في النقطة اللي قبل كده أن العلاقة بتمر بتحديات كبيرة يبقى لازم الطرفين في النقطة دي يتعاملوا بالمسامح لأن القدرة على التسامح بين الطرفين قادرة على تخطي أي مشاكل هتظهر بينهم والحياة هتكون بينهم صفية ونقية وعدم التسامح حيبني حاجز كبير في العلاقة حتى لو الطرفين فرضا عدوا المشكلة دي في تواجد الحاجز اللي ما بينه أي مشكلة هتظهر تاني بعد كده هتقلب القديم كله والمشكلة الواحدة هتبقى مجموعة مشاكل وحتتعقد الأمور أكثر قبل ما أختم بس في النهاية أحب أقول رسالتين مهمين جدا الرسالة الأولى للزوجة مش مهمة تستني منه كلمة بحبك المهمة يقولها في تصرفاته وفي كل أفعاله الزوجة الزكية جدا تعرف تباع جزها كويس أوي تعرف بيحب إيه وتعرف بيكره إيه اسمعي كلامه ونفذيه بدمش بيأمرك بمعصير لازم حسن الظن في كل تصرفاته وفي كل كلامه وفي كل قراراته اللي بيديها لك ومش لازم يقدم لك مبرر في كل قرار خلي أدوارك كلها متعددة في حياته كوني أم بتحتويه بحبها وحنانها أخت بتحوره وتسنده ابنه بتفجر فيه مشاعر الأبوة والحنية لازم تعرفي كويس جدا أن الراجل بيشتغل وبيربي وبيعلم وبياخد باله من البيت بكل تفاصيله ليه متخيلين أن الرجالة ملهاش دور في المجتمع متخيلين دايما أنه هم نزلين رايحين الشغل مش عشان يروحوا الشغل لأ علشان يعودوا على القهوة طول اليوم هو برضو كمان عنده التزامات مادية ومعنوية زيك ويمكن أكتر منك كمان ويمكن كمان نفسيا بيموت كل يوم ومحدش بيحس بيك حاجة تانية في النظريات نظرية طابع البسطة حضرتك النظرية دي لما بتعرفي عيل لكن الراجل اللي بجد لو قصرت في أي اهتمام من اهتماماته حيسيبك عادي مفيش مشكلة الزوجة اللي بجد ما تحملش زوجها فوق طاقته ماديا أو معنويا ورسالة الزوج مختصرة مش كبيرة مهما كانت ضغوط الحياة فما يمنعش أن انت تعمل الحاجات اللي كنت بتعملها في بداية التعارف هدية وردة شوكولاتة على فكرة بتخلص الكلام كله ومش عيب ولا حرام والله اقعد تكلم معاها وحوارها هي منتظرة أكيد اللحظة اللي هترجع فيها البيت علشان تطمن عليك أولا وتسمع منك كلمة حب أو حتى كلمة رضا كلمة واحدة بتكلل بيها كل المجهود اللي هي قدمته طول اليوم من تربية أولاد أو طبخ أو غيره لازم تعرف أن مفيش حد كامل في كل شيء وبلاش تبص لها بعدسة الأخطاء وعاملها بالفضل مش بالعدل الخلاصة أو الزتونة الاحترام والتقدير والثقة والصدق والتسامح والتقارب العاطفي والصبر بيعتبروا حاجات بسيطة جدا فأي علاقة بين الأزواج أو بين أي علاقة ناجحة ربنا يسعد أيامكم دايما يا رب وكالعادة أنا طولت عليكم جدا المرة دي أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته